الحرب في إقليم أرساخ وضعت أوزارها بعد أسابيع من قتال عنيف تكبد خلالها الطرفان المتحاربان آلاف القتلى والجرحى المتحدثة باسم وزارة الصحة الأرمينية ألينة نيكو غوسيان أعلنت عبر حسابها في الفيسبوك أن الجهاز الطب الشرعي تسلم جثث 2317 عسكريا بينهم جثث لم تحدد هوية أصحابها بعد نيكو غوسيان أوضحت أن عملية تبادل الجثث مع أذربيجان لا تزال في بداياتها مشيرة إلى أن الأطراف المتحاربة لا تمتلك حتى الآن أرقاما نهائية في المقابل لم تكشف السلطات الأذربيجانية عن الخسائر البشرية في صفوف قواتها مكتفية بالإعلان عن مقتل 93 مدنيا من جهته أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المعارك في إقليم أرساخ أسفرت عن أكثر من أربعة آلاف قتيل وثمانية آلاف جريح فضلا عن عشرات آلاف النازحين ووقعت أرمينيا وأذربيجان الأسبوع الماضي اتفاقا لوقف إطلاق النار اعتبره محللون تكريسا للأمر الواقع الذي تم فرضه بعد هجوم قوات أذربيجان على الإقليم بتحريض ودعم مباشر من النظام التركي في المقابل فضل أرمن حرق منازلهم بدلا من وقعها في أيدي القوات الأذربيجانية عشية وصولهم المتوقع إلى بعض المناطق حسب اتفاق وقف إطلاق النار الأخير حيث أقدم سكان قرية شارختار الحدودية مع ارتساخ على حرق منازلهم قبل مغادرتها